ومازالت التظاهرات الضخمة في قلب تلابيب تتواصل حتى هذه اللحظة كما ترون على شاشتنا الآن تطالب بسرعة إنجاز صفقة تبادل مع المقاومة ورحيل نتنياهو وهجراء انتخابات مبكرة وللتعليق على هذا المشهد وتطوراته بشكل عام ينضم إلينا عبر الانترنت من القدس دكتور علي العور الخبير في ياشان الإسرائيلي دكتور أحييك نسأل أسبوعيا خصوصا أن هذه التظاهرات تقرج بشكل أسبوعي بهذه الضخمة تحديدا يومي السبت والأحد لكنها لا تلقى صدى لدى بن يمين نتنياهو هل هذه المرة من الممكن أن تكون مؤثرة ونحن في خضم الساعات قليلة ويام قليلة من جولة تفاوت تبدو مهمة للغاية دكتور علي نعم أخي أحمد دعني أبعث لك بالتحية والسادة المشاهدين من القدس المحتلة من المسجد الأقصى المبارك من باب العمود نعم المظاهرات ربما أسبوعيا هذه المظاهرات في شوارع تل أبيب في شارع كبلا تحديدا قوة كبلا السياسية هي التي تنظم هذه المظاهرات ولكن يبدو أن اليوم المظاهرات مختلفة كليا عن المظاهرات السابقة التي كانت دائما وأبدا تدعو إلى إعادة الأسرى ضمن صفق التبادر الأسرى وما شابه ذلك اليوم صقف الشعارات التي ترفعها عشرات الألاف في كل إسرائيل ليس فقط في شارع كبلا هناك مظاهرات في حيفا وفي القدس الغربية وفي كل مكان وكلها تهتف صفقة صفقة إذن المطلوب من نتنياهو هو صفقة هكذا يهتفون ها هي الشعارات يطالبون أولا بصفق التبادر الأسرى يطالبون بانتخابات مبكرة وأيضا هناك من رفع شعار إرحل باللغة العبرية لنتنياهو وبالتالي أنا بتقديري هذه المظاهرات هي تختلف عن سابقاتها خصوصا أن كل بيت في إسرائيل كل صالون الآن في إسرائيل ليس فقط المؤسسة الأمنية وليس المؤسسة السياسية بالتأكيد نتنياهو لا ينتظر رد حركة حماس الجميع في إسرائيل الآن ينتظر جواب حركة حماس وأنا بتقديري أن هذه المظاهرات والرد الذي تقدمه حماس الليلة ربما سوف يشكل فارق كبير في المجتمع الإسرائيلي فارق كبير في إنهاء الحرب وبالتالي فارق كبير في صفق التبادر الأسرى لإعادة الأسرى الإسرائيليين مقابل أيضا الأسرى الأمنيين الفلسطينيين إذن نحن أمام لحظات حرجة أمام ربما الدقاق الأخيرة وبالتالي هذه المظاهرات هي ربما تدعم أيضا الحراكة الطلابية في أمريكا الضغط الأمريكي الوسطاء أيضا جمهورية مصر العربية الورقة المصرية هناك نقاط إيجابية فيها أنا بتقديري حركة حماس سوف تقرأ وأنا بتقديري أنها قرأت المشهد بشكل جيد قرأت المشهد الإقليمي المشهد الدولي قرأت المعطيات أيضا على الأرض بتقديري حركة حماس إيجابتها ومقترحات وتقييمها أنا بتقديري سيكون نعم حركة حماس ربما أعطت تلميحات للصحافة العربية والأجنبية بأنها قالت نعم للورقة المصرية قالت نعم للمبادرة المصرية وبالتالي أصبح نتنياهو تحت ضغط كبير الآن نتنياهو هو الذي يبحث عن مخرج له من هذه الأزمة حركة حماس أنا بتقديري قالت نعم يوم أمس واليوم سوف ترد برد إيجابي بكلمة نعم دكتور علي يعني هناك رأي يقول أن هذه الآلاف التي احتشدت فيها أكبر وأهم شوارع تل أبيب نعم هي كبيرة لكنها ليست مؤثرة بمعنى أن هذا ليس جمهور بن يمين تنياهو جمهور بن يمين تنياهو هو اليمين المتطرف وهو الذي لا يريد صفقة ولا يريد إيقاف هذه الحرب بل يريد التصايد واشتياح رفح هذا الجمهور يحميه من خلال يعني بنكفير وسوموتريتش وبقية وزراء اليمين المتطرف في حكومتي أليس هذا صحيح؟ نعم أخي أحمد هذا صحيح مئة بالمئة المظاهرات غير مؤثرة نعم بالتأكيد هذه المظاهرات آلاف وعشرات الألاف في شوارع كابلان وكانت النسبة الماضي في أيالون وكانت أيضا في قصاريا وكانت في شارع بيلفور في القدس الغربية نعم هي غير مؤثرة لماذا؟ لأن بني جانس ما زال يوفر غطاء شرعي لنتنياهو ويوفر حماية لنتنياهو وبالتالي المعارضة عندما نتحدث عن المعارضة في إسرائيل هذه ليست المعارضة هذه ربما قوة كابلان السياسية عائلات والمتضامنين مع عائلات الأسرة المغتطفين ولكن ليس هذا هو العامل نعم هذه عوامل مؤثرة ولكن العامل الذي سجل فارق كبير في الضغط على نتنياهو وجعل هذه الدقائق ربما الساعات هذه الساعات الأخيرة أنا بتقدير الحراكة الطلابي جامعات أمريكا أمريكا تهتف لفلسطين بلستاني will be free لأول مرة في التاريخ جامعة كولومبيا هارباردييل أريزونا جورج واشنطن كولومبيا نتحدث عن جامعة كيلفرونيا إذن هذا الحراكة الطلابي شكل فارق كبير في الضغط على الإدارة الأمريكية بايدن أمام انتخابات مبكرة أيضا ربما هذا تطور كبير في الفهم والمفاهيم والأفكار ونقل الرواية الفلسطينية التي وصلت إلى أمريكا من هم هؤلاء الطلاب؟ هم طلاب أبناء صناع القرار في أمريكا هذه جامعات نخبوية هم أبناء المجلس النواب هم أبناء مجلس الشيوخ هم أبناء الكونغرس الأمريكي إذن هذا الضغط الكبير من الحركة الطلابية في أمريكا الحراكة الطلابية في كبرى جامعات أمريكا كان لها تأثير أكبر بكثير من المظاهرات في الداخل ولكن علينا أيضا أن نعطي هذه المظاهرات أهمية كبيرة حيث أن هذه المظاهرات بدأت الآن تهتف بصوت واحد أنها تريد صفقة يئير لبيد الآن للتو بخبر عاجل قال على نتنيهو أن يسمح للوفد بالصفر إلى القاهرة وتوقيع صفقة تبادل أسرة وبالتالي في الوقت الذي نتنيهو يخرج على الجمهور الإسرائيلي مرة يطلع لهم باسم مسؤول سياسي كبير أن حركة حماس ما زالت عند شروطها بوقف إنهاء الحرب للتو أيضا خرج ببيان آخر نتنيهو في صحيفة هارث قال باسم مسؤول سياسي لم يقل مسؤول سياسي كبير قال مسؤول سياسي فقط هذا البيان الثاني إلو وبالتالي قال أن حركة حماس هي من تعطل المفوضات الجمهور الإسرائيلي الشارع الإسرائيلي قوة كبلا السياسية شارع كبلا عشرات الألاف قالوا أن نتنيهو هو من يعطل صفقة تبادل أسرة أنا بتقديري أن الأمور ذاهبة إلى صفقة تبادل أسرة الضغط الأمريكي أيضا الشارع الإسرائيلي المواصل الأمنية في حداته هي مختلفة كليا مع نتنيهو هناك انقسام كبير أخي أحمد الاستقالات التي بدأت برئيس الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا وأيضا فوكس قائد المنطقة الوسطى وأيضا رونينبار قائد رئيس الشباك استقالته مع وقف التنفيذ حتى نهاية الحرب أيضا قائد المنطقة الجنوبية قائد الفرقة 8200 إذن هذه الاستقالات هي ليست فقط هي من أجل الفشل الأمني والاستخباراتي في السابع من أكتوبر لا هي أيضا رد على سياسة نتنيهو وبالتالي نتنيهو الآن نام من معه؟ بن جابير واسموترج؟ ولكن هناك معطيات هناك تطورات في الإقليم هناك تطورات إقليمية مهمة جدا ربما أنا بتقديري الضغط الأمريكي إصدار مذكرات توقيف بحق نتنيهو من الجنائية الدولية إذن نتنيهو الآن هو تحت ضغط كبير جدا بالإضافة إلى المظاهرات التي نشاهدها في شارع كابلا وفي جميع أنحاء إسرائيل الدكتور لعلى البعض يقولنا أن ذهب بن يمين نتنيهو لصفقة مع المقاومة الفلسطينية وإيقاف هذه الحرب وعدم الدخول لرفح ببساطة شديد الرجل يقرب نفسه بنفسه من محاكمة محاكمة على ما سبق قبل 7 أكتوبر بعض القضايا العالقة ومحاكمة لما بعد 7 أكتوبر وهذا هو الأخطر ونهاية لمستقبل وحياة بن يمين نتنيهو السياسية وبالتالي البعض يقول أن هذا سيجعل بن يمين نتنيهو متحملا لكل هذه الضغوط التي تحدثت أنت عنها الآن لكن لا يذهب أبدا لصفقة تبدل أسرى ويقاف هذه الحرب بشكل أو بآخر إلى أي مدى يتحمل من يمين نتنيهو هذه الضغوط ويصر على موقفه؟ يعني ربما بقراءة موضوعية لشخصية نتنيهو الكاريزما لنتنيهو نتنيهو بنى لنفسه كاريزما بأنه هو ملك إسرائيل هو القائد الذي يقود إسرائيل وبالتالي ما زالت كل قراراته تقوم على هذه الفلسفة أنه نتنيهو هو المنقذ لإسرائيل هو القياد لإسرائيل وبالتالي هو يتخذ القرار ولا يعطي أهمية للمجلس الحرب ولا يعطي أهمية أيضا للكابينة الأمن أو السياسي وبالتالي نتنيهو ربما يرفض الصفقة ويدهب إلى رفع ويشتاح رفع ولكن هناك قضية أخرى أيضا لا يمكن لنتنيهو أن يتخافلها هناك 133 أسير إسرائيلي 33 أسير إسرائيلي الشباب قال عنهم قتلوا أو ماتوا نتيجة القصف الإسرائيلي بقي 100 أسير أخي أحمد نتنيهو أيضا لا يستطيع أن يتحمل أمام الجمهور الإسرائيلي كله رغم ما يفعله دائما وأبدا كانت إسرائيل من يحكمها كان الجنرالات أخي أحمد يحكمها كان شارون جنرال كان إسحاق رابين أيضا جنرال كان إهود باراك أيضا رجل عسكري وبالتالي المرة هذه نتنيهو يعتبر نفسه بهذه الكريسما التي خلقها لنفسه أمام العالم ولكن كل شيء سقط أمام الحركة الطلابة في أمريكا أمام الضغط العالمي الرأي العالمي أمام القيم أي أمام الأخلاق اللي كانت دائما أبدا أمريكا تتغنى بها وبالتالي نتنيهو الآن أمام ضغط كبير جدا أنا بتقديري ربما نتنيهو تحت هذا الضغط الجمهوري الجماهيري من فتا الأبيل وربما تحت الضغط الأمريكي أيضا مسؤول السيايين وليام بيرز نفسه موجود في القاهرة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل الوسيط القطري أيضا رئيس الحكومة القطرية وبالتالي أنا بتقديري لا يمكن لنتنيهو الآن أن يخرج من هذه النقطة الموجودة فيها إذا نتنيهو أمام خيارين إما أن يذهب إلى صفقة تبادل أسرة وإما أن يذهب إلى اجتياح ورفح وبالتالي ينتهي كليا ليس فقط من خارج المشهد السياسي وإنما المحاكم تنتظره محكمة الإجيانيات الدولية أيضا المحكمة في تل أبيب تنتظر نتنيهو الفشل للإستخباراتي في السابق المكتور والنقطة الأهم أخي أحمد والسادة المشاهدين لكم كل الاحترام أن نتنيهو بإجتياح رفح لن يقضي على حركة حماس إطلاقا ولن يتمكن من الحد من سلاح حركة حماس ولن يتمكن من الحد من قوة حماس العسكرية إذن نحن أمام مشهد جديد ستالاف مقاتل أخي أحمد في شمال غزة عادوا إلى شمال غزة وكل من يفكر أو يحضر في شنطه أنه يرجع على غزة دون موافقة حركة حماس ودون التنسيق مع حركة حماس ودون شراكة مع حركة حماس أنا بنصه عبر قناة الجزيرة مباشرة الموقرة أنه يهدي نفسه شوي لأنه ما زالت حركة حماس تسيطر على الميدان وما زالت تسيطر على الأمن السياسي والأمن العسكري والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي دكتور علي العورة الخبير في الشهن الإسرائيلي كنت معي من القدس عبر الإنترنت جزيلا شكرا لك دكتور موسيقى